يقوم برسين بتقييد يدي أسلم إلى كرسي في الشاليه وتشغيل الغاز وتركها تموت أوزان ينتظر أسلم في يوم اللقاء لكن برشين يأتي بدلا من أسلم راضية تعذب إلول يندفع إلى المهام الصعبة ويوبخ يتصرف بشكل منافق مع عائلته يذهب يابز إلى مختبر الحمض النووي يذكر الضابط أن هناك اشتباها في احتمال تغيير النتيجة يحول يغيز انتباهه إلى كوراي مرة أخرى تحاول ملاك جذب الانتباه بحيل مختلفة علمنا أنه إلول كان أصدقاء منذ المدرسة الإعدادية لدى إلول ويغيز الفرصة لمواجهة بعضهم البعض في المقهى حيث يتم قفلهما بينما يدفع كوراي إلول أكثر فأكثر إلى الزاوية فإن حياة يغيز أيضا في خطر بسبب اقتراب ملاك نتيجة محاكمة أوزان تدفع كل من يحب أوزان وخاصة أسلم للبحث عن الأمل ويتوقع أوزان نتيجة إيجابية من المحكمة وأنه سيتم إنقاذه في هذه الأثناء تبحث سولي عن طرق لإخفاء سلاح الجريمة في منزل ممتاز راضية تحاول إدخال عفة إلى منزل نرمين بدور ملك ينفد صبر ملاك المعجبة بياجز وتجعل راضية تشكك في قرارها في نظر راضية التي ظنت أن ملك هي نرمين ابنتها لم يعد لدى إيلول قيمة مالية بعد الآن يبدأ في التخطيط لفصل إيلول عن أبنها وإرسالها بعيدا يتلقى إيلول نتائج اختبار الحمض النووي الطفل هو ابن ياجز ولكن قبل أن يتمكن من فتح الظرف ومعرفة ذلك يتم اختطافه من قبل رجال عدنانا ياغيز يلاحقه أسلم يختطف أوزان ولا ينوي تسليمه إلى الشرطة أصيب كان ونقل إلى المستشفى بعد معرفة ذلك يشعر أوزان وأسلم بالأمل لكن شولي تقتل كان المحقق الذي عينته نرمين يجد إيلول غير مدركة أن نرمين هي إيلول فهي سعيدة بالعثور على أبنتها يابز مصمم على جعل إيلول تقول الحقيقة كوراي الذي نفد صبره بسبب عدم قدرة ياجز وإيلول على الانفصال عن بعضهم البعض مصمم على إثارة المشاكل بينما يسحق أوزان تحت وطأة الجريمة التي ارتكبها يتواصل أسلم معها مصير كان سيؤثر على مصيرهم إيضا عدنان يضغط على إيلول بسبب دينه لإحسان من ناحية أخرى تشعر إيلول بالإحباط بسبب ضغط كوراي وتذهب إلى العيادة لإجراء اختبار لمعرفة من هو الطفل حقاً وبعدها توصل ياجز إلى نتيجة مفادها أن الطفل قد يكون طفله وليس طفل كوراي بناء على اختبار إيلول فاتح يحبس أوزان أوزان الذي يعتقد أن كان قد اختطف جولد يتصارع مع كان وشولي يطلق النار على كان من مسافة بعيدة يعتقد أنه أطلق النار على أوزان كان بنفسه يبحث أوزان عن طرق لجعل أسلم يسامح نفسه ومع ذلك أسلم ليس لديه أي نية لمسامحة أوزان عدنان الذي اعتقل بسبب حادث يشار يحتاج إلى خطة جديدة بينما يعاني ياجز من ألم إدارة ظهره لعائلته تأخذه إيلول وعائلتها تحت جناحهم إيلول يقترض المال من أحد المرابين يدفع المال للمستشفى ويخضع يشار لعملية جراحية الجراحة ناجحة نتيجة لجهود ياجز في ملاحقة الشخص الذي ضرب يشار تؤدي الصدارة إلى عدنان تم القبض على عدنان أمام أعين ياجز كوراي يهرب يحاول أوزان إقناع كان بالتحدث لكن قبل أن يتمكن من الحصول على أي بيانات عن فاتح يتدخل فاتح في الموقف برسين يعاني من النزيف أوزان يجبر أسلم على ركوب السيارة يفتقد مع اقتراب يشار من الموت في كل دقيقة تحاول إيلول دفع تكاليف جراحة والدها من ناحية أخرى يحاول يغيز العثور على آثار السيارة الزرقاء التي صدمت يشار يتخذ أوزان الإجراءات اللازمة لمعرفة من قام بإعداد اللعبة التي تسببت في انفصاله عن أسلم تعود ذكر جولد وتخبر أوزان أن أسلم بريء يجد برسين الرسالة التي تركها كان على باب أسلم يشار في المستشفى يقول الطبيب إن الأمر يهدد الحياة وأن العملية الجراحية تحتاج إلى ثلاثمائة ألف ليرت تقول إيلول إنها ستجد المالة يذهب يابز إلى مكان الحادث ويجد الطفل الذي أخذه يشار إلى إيلول ويعطيه إلى إيلول عندما تعلم إيلول أن والدها قد سامحها تجد السلامة ولو معقة بينما تنتظر برسين زواجها من أوزان بفارغ الصبر يسعى أوزان للحصول على رسالة غير متوقعة هل سينتصر يشار في معركته من أجل الحياة بعد الحادث الذي تعرض له فهل سيحقق كوراي الذي تركها وسط الشارع هدفه بعد أن يخسر عدنان القضية يقرر قتل يشار الذي يحمل له ضغينة قام بتعيين كوراي لهذا الغرض على الرغم من أن كوراي لا يريد ذلك إلا أنه مجبر على فعل ما يقوله عدنان يضرب يشار بسيارة يترك كان رسالة مجهولة المصدر على باب أسلم يجد أوزان هذه الرسالة التي تفيد بأن كان آسف جدا وأن أسلم بريء لكنه لا يستطيع أن يفهم من تركها برسين مستعد للزواج تشعر جولد أن هناك شيئا غريبا في زواج برسين وأوزان بينما يهتز أوزان لخبر حمل برسين فهو لا يعلم أن هناك تحضيرات لحفلة في منزلهم بينما يملأ انتصار يشار على عدنان الجميع بالبهجة تصل الرسالة أخيرا إلى صاحبها الشرعي فاتح على وشك أن يقرر أنه بحاجة للتخلص من كان الذي كان يخفيه منذ أيام كوراي يخبر إلول أن الطفل هو طفله يبدأ الشك بالسقوط على إلول بفضل دعم يشار ياجز فاز بالقضية ضد عدنان تعلم إلول أن ياجز ساعدها برسين تظهر لأبيها ووالدتها أنها حامل عالقا في الزاوية يقبل أوزان أن يتزوج من برسين وفي الوقت نفسه أسلم مهتم بجوليدة راضية التي علمت أن طفل إلول من ياجز تضع خطة جديدة تلاحق جوليد ما تتذكره قطعة قطعة تبدأ برسين في تنفيذ خطتها واحدة تلو الأخرى لإقناع أوزان بحملها تبدأ أسلم العمل كمقدمة رعاية لجوليد جوليد تحبه كثيرا تحاول برسين أن تثبت لأوزان أنها حامل لكن أوزان الذي وجد اختبار الحمل يعتقد أنه اختبار أسلم ويستنتج أن أسلم حامل بينما كانت راضية على وشك الإعلان عن والدي إلول ويغيز الحقيقيين في العشاء الذي دعت إليه الجميع علمت أن إلول حامل من ياجز ترجمة نانسي قنقر